هنا حيث جلست الملكة بلقيس وتركت آثار المملكة المتدة التي حكمتها هذه الحضارة حضارة سبا أشاد بها التاريخ والقرآن على ما تمثله من رمزية سياسية وحكم شورويا وحضارة عمرانية متطورة تتعرض اليوم إلى ما يشبه الطمس والتدمير عبر الإهمال والنهب الذي يحدث لها وبدل أن يصبح عرش بلقيس وسد مأرب وغيرها من المعالم قبلة للسياح والزوار من داخل وخارج البلد أصبح ما يشبه مكبا للنفايات ومكان للمخلفات مدير مكتب السياحة بمأرب قال لقانة بلقيس إن عرش بلقيس والمعبد والسد ليست باستلام السلطات الرسمية وإنما بيد نافذين قبليين أحب أن أوضح بالنسبة للمناطق الأثرية السد العرش المعبد ليست باستلام مكتب السياحة إلى حد الآن هذه المناطق ليست باستلام السياحة الأمر الذي يثير الاستغراب حول دور السلطات الرسمية في مأرب لا سيما بعد التوسع الكبير الذي شهدته المدينة والأهمية الاستراتيجية التي حضيت بها المحافظة مؤخرا يتساءل المواطنون عن دور وزارة السياحة في الحكومة الشرعية حتى وإن أصبح الاحتجاج مصحوبا بالسخرية من جدوى وجود هذه الوزارة في ظل هذه الظروف وبالرغم من ذلك لا وجود لأي اهتمام بالمعالم السياحية الدخول لهذا المكان العرش بخمسمائة ريالة من الماسك مش هيئة الآثار ولا السياحة صعب الدكان هذا خيره هذا صعب الدكان العرش هذا كله هنا يملكه صعب الدكان وجعتك من سبأ بنبأ يقين نداء يرفعهم مواطنون من مأرب اليوم احتجاجا على التشويه الذي تتعرض له أهم آثار البلد إذ لا أحد يمنع البعض من الكتابة والتشويه على جدران العرش وملحقاته الأمر الذي يبعث الأسى على تاريخ مملكة عظيمة كانت هنا يوم ما من لا تاريخ له لا حاضر له ومن لا حاضر له لا مستقبل له عبارة لا يبدو أنها تثير اهتمام أحدا من المعين الرسميين في ظل سباة منظمات المجتمع المدني والناشطين في هذا المجال